لا هو انتقاد من منظمة حقوق دولية أو من اقتصاديين معارضين في الخارج بل هي فقط البيانات الرسمية الصادرة عن النظام نفسه تشير لانهيار غير مسبوق في الاقتصاد وتحطيم رقم قياسي في التضخم يستحق الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية الباحث الاقتصادي شامل بدران يكشف عن تراجع معدل النمو في سوريا إلى معدلات كبيرة مع ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد إلى نحو 878% فيما وصل معدل البطالة إلى أكثر من 31% كشفت هذه الأرقام خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي لجمعية العلوم الاقتصادية في دمشق والتي اعتمدت على تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي في سوريا بدءا من عام 2010 وفقا للأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل النظام تتابع الندوة سرد الأرقام الخيالية فتشير إلى أن التضخم الاقتصادي عكس على الأسعار التي تشهد ارتفاعا مستمرا في مناطق سيطرة النظام بسبب ضعف القدرة الشرائية حيث ارتفع سعر مادتي المازوت والخبز لأكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية بالإضافة إلى تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص التراجع في عجز الميزان التجاري بحسب بيانات النظام وصل إلى أربعة ونصف مليار دولار في حين تتركز نصف المستوردات السورية تقريبا على حوامل طاقة وعشرة بالمئة منها هي استيراد مادة القمح وغيرها من المستلزمات الضرورية هذه الأرقام توضح فقط العجز الذي يعترف به النظام الذي اعتادت أدواته الإعلامية على نشر البروباقاندا الخالية من أي حقيقة شفافة فيرى محللون أن ما أخفاه النظام من عجز أدهى وأمر